عايزة أقولك حاجة الناس توقفت عن خطاب منتهى الرقة والعزوبة في الانفصال من زوجك نعم وائل صح؟ صح يعني الناس حتى انتقدت هذا الخطاب رغم أنه هو رقيق وعظيم ومحترم شفتي الانتقادات دي زي الناس يعني ممكن يناس يكون عندها فضاء ما يكون عندها شغل الانتقاد شيء عادي بس ما يكون جارح للأسف السوشيال ميديا أتاح لكثير ناس ما نأهل أنه تعبر عن رأيه بطريقة ما نأهل انت حاولت تقدمي خطاب محترم لعشرة عمر حلوة لأولاد ما بينكم وقلت أنا ما استهلكش قلت الكلام ده صح؟ تقريبا طيب يعني ليه حطيتي الخطاب في العلن؟ حبيتي تدي له إيمة حبيتي ترفعي عنك من كتر الكلام حتى توقي في الكلام عن الحياة الخاص؟ مو أنا اللي بعطي إيمة هو قيمته موجودة قيمته بقلبي قيمته بحياتي قيمته بأولادي فالقيمة موجودة أصلا فيه فمو أنا اللي بعطي قيمة أبدا يمكن حسيت أنه أنا في إله عندي كثير وإله فضلة علي كثير والغالي بيبقى غالي ونحنا ما زلنا مع بعض والعائلة مستمرة بس حسيت أنه نحنا في حالة انفصال إله علاقة بالشي إله علاقة بالعمل بالأفكار بي 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 فأنا حسيت أنه هذا واجب وأنا يمكن بعبر عن طريق الكتابة بطريقة مختلفة حبيتي تقوليله يعني بطريقة محترمة وانفصال بطريقة وتقدريه تقدريه بشكل كبير لأنه هو يعني يستحق هذا الشي فعلا أنت عارفة الناس هترد عليك وتقولكي طب لما أنت كويسة وحلوة معي وده اللي حصل ما كملتوش ليه يعني دي دايما أسئلة الناس لأنه دائما بيكون الانفصال بيكون لمشاكل كبيرة بس يمكن الناس أوقات تشوف أنه اختلاف الأفكار أو اختلاف الآراء أو شيء عادي بس هو لا شيء مهم جدا وكل بيت فيه إله أسراره فيه إله حياته